إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول لعلقمة الحضرمي الذي يعرف الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة عاشراء باسمه دعاء علقمة إنه علقمة ابن محمد الحضرمي من أصحاب إمامنا باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لعلقمة هذا إن استطعت أن تزوره أن تزور الحسين إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة بزيارة عاشراء من دهرك فافعل فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى الإمام حدثه حديثا مفصلا المقام ليس للتوغل في كل ما ورد بشأن زيارة عاشراء إنما أخذتها مثالا كي أفتح حديثا معكم معكم أنتم يا خدام الحسين فالإمام الباقر يقول لعلقمة هكذا يا علقمة إن استطعت أن تزوره أن تزور الحسين في كل يوم بهذه الزيارة إن كان ذلك من قريب أو كان ذلك من بعيد زيارة الحسين تكون من المكان القريب ومن المكان البعيد يا علقمة إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك طيلة عمرك فافعل هنيئا للذي يستطيع أن يفعل ذلك أن يجد الوقت الكافي لذلك أن يخصص وقتا لزيارة الحسين وهو في حالة إقبال لا في حالة إدبار الزيارة مع الإدبار ليست نافعة كثيرا لكنها قطعا لا تخلو من فائدة ولا تخلو من أجر ومن ثواب إلا أن الأئمة يريدون مننا أن نزور ونحن في حالة إقبال فحالة الإقبال تساعدنا على التدبر على التفكر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر الإدبار يحول فيما بين الإنسان وبين التدبر والتفكر أما الإقبال فإنه عامل مساعد ومساعد جدا على التدبر والتفكر في الزيارات في الأدعية في مختلف العبادات يا علقمة إن استطعت أن تزوره أن تزور الحسين في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله تعالى هذا كلام إمامنا الباقر مع علقمة الحضرمي بخصوص زيارة عاشورة إذن مضامين الرجعة في هذه الزيارة إمامنا الباقر يريد منا أن نكررها في كل يوم لماذا؟ لماذا يريد منا إمامنا الباقر أن نكرر مضامين الرجعة في قراءتنا لزيارة عاشوراء كي تكون من بديهيات عقائدنا كي تكون عقيدة راسخة ثابتة وإلا فإن زيارة إذا كانت تقرأ من دون معرفة مضامينها ستكون عديمة نافع من جهة ترسيخ العقيدة في العقول والقلوب قد لا تخلو من ثواب ومن أجر لكن الثواب شيء وترسيخ العقيدة في العقول والقلوب شيء آخر فإمامنا الباقر حين يخبر علقمة وحين يوجه علقمة من أنك إذا استطعت أن تقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم من دهرك فافعل فهل المطلوب أن نؤدي طقس الزيارة بما هو هو أو أن المطلوب أن نحقق في عقولنا وفي قلوبنا المضمون الذي تريده هذه الزيارة أعلى مستوى يطلبه الزائر في هذه الزيارة هو هذا أن يرزقني طلب ثارك يا حسين أن يرزقني طلب ثاري الذي هو ثارك يا حسين هذا هو أعلى المستويات التي يطلبها الزائر في هذه الزيارة حتى هذا المضمون اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وأهل محمد كي أكون راجعا أن يكون مماتي ممات محمد وأهل محمد على محض الإيمان أن أكون على طريقه على التشيع الصادق له أن أموت على محض الإيمان وحينئذ سأكون راجعا حتى هذا الدعاء إذا تصور البعض من أن هذا هو أعلى مضمون في أدعية الزيارة في حياتنا ومماتنا فما جاء في الدعاء هنا مقدمة للرجعة ومن هنا فإن أعلى مضمون في الزيارة هو طلب ثأر الحسن هذا الذي يتحقق جانب من في العصر القائمي الأول وتتحقق جوانب أخرى في عصر الرجعة العظيمة فالإمام الباقر يوصع القمة أن يقرأ الزيارة إن استطاع يوميا ومثل ما قدمت لكم الأئمة سهلوا الأمر علينا أن نقرأ اللعن مرة واحدة ونختم قراءة اللعن بقولنا تسعا وتسعين مرة وهكذا مع السلام مع السلام الذي يكرر مئة مرة كل ذلك لتسهيل الأمر علينا فهل أن الأئمة يريدون مننا أن نقرأ الزيارة بما هي هي هذا يخالف الحكمة ويخالف منطقهم ويخالف لحن قولهم ومعارض كلامهم إنهم يريدون مننا أن ندرك المضامين التي في هذه الزيارة وفي غيرها لكنهم يصرون على هذه الزيارة وأن تقرأ يوميا لأجل أن تتحول عقيدة الرجعة إلى عقيدة بديهية إلى عقيدة راسخة ثابتة في عقولنا وقلوبنا وأن نتعامل مع القرآن مع زياراتهم مع أدعيتهم وفقا لهذه العقيدة العظيمة هذا هو الذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلا لماذا هذا التكرار في حديث الزيارة عن الثأر تبدأ بثأر الله وبالوتر الموتور ثم تترقى مضامين الدعاء فيها أن يرزقني طلب ثارك يا حسين أن يرزقني طلب ثاري فثارك ثاري يا حسين وسائر العبائر الأخرى كل التفاصيل كل التفاصيل في اللعن في السلام كل هذه التفاصيل تتحدث تارة بتصريح وأخرى بتلميح عن عقيدة الرجعة العظيمة أنا لست أنا لست في مقامي شرح زيارة عاشورة ولست في مقامي الإشارة إلى مضاميني عقيدة الرجعة في زيارة عاشورة إنما أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن أهم المطالب في زيارة عاشورة وأهم ما يطلبه الزائر هو أن يطلب ثأر الحسين وذلك لا يتحقق بالنسبة له قبل الظهور الشريف إلا في الرجعة العجيبة زمن القائم عند ظهوره الشريف أو في الرجعة العظيمة بعد انتهاء العصر القائمي الأول وهذه المضامين مرت علينا عند بيان وشرح مضامين العناوين الرئيسة في الحلقات المتقدمة الأولى من مجموعة هذه الحلقات نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر